أكد سعادة سيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون العلام رئيس مجلس يومنائي معهد البحرين للتنمية السياسية أن البحرين رائدة ومميزة بقيمها الأنسانية والحضارية وتسامحها وانفتاحها الثقافي والمعرفي وانجازاتها التنموية والعمرانية والديمقراطية المتواصلة خلال العهد الزاهري لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة وأعرب سعادته لدى رعايته وافتتاح معرض صور وجوه من البحرين الذي تنظمه مؤسسة ناشونال جيوغرافيك على مدى أسبوعين في الساحة الخارجية لمجمع لفنيوز بالمنامة بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء والإعلاميين والشركات الداعمة عن تقديره لمبادرة المؤسسة العالمية في تنظيم هذا المعرض ونشر هذه الصور في كتاب توثيقي مصور لتاريخ البحرين العريقة ومعالمها السياحية والحضارية وأنجازاتها المعاصرة وأبدأ سعادة الوزير خلال جولته في أروقة المعرض عجابه بما يتضمنه من صور تحكي ترات البحرين وعراقتها من قلاع تاريخية ومتاحف وأبعاد من نهضتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والفنية مع إبراز قيم الإنسان البحريني بروحه الطيبة والمتسامحة مؤكد أن تقدير الحكومة الرشيدة وتثمينها لإسهامات المؤسسة العالمية والقطاع الخاص في الترويج السياحي للمملكة وأبيان وجه الحضاري المشرق معرض وجوه من البحرين جاء ليعرض ما وقعت بنظرها عليه كاميرا ناشونال جيوغرافيك التي وثقت بعدستها مواطن السحر في البيئات البحرينية وملامح الفروهة والبهاء في عادات شعبها وتقاليده السامية بل وتقديم كل موروث شعبي أو ديني يرتبط ارتباطا وثيقا بأرض دلم المعطاء هذا مجهود بذناه مع أصدقاء من سلوفينيا وناشونال جيوغرافيك صارت الفكرة أن نحن نقوم بتصوير أحد المناطق في البحرين ومقارنتها بالتراث القديم فتم تقطية تصوير البحرين من جميع الجهات القديمة والحديثة من الجو ومن البحر لكل صورة جوانبها الخاصة ولكل واحدة منها رونق متلألئ أخذت حيزا وافيا من الوقت حتى يتسنى للفنان توثيقها بالشكل الذي يلائم وزنها ويوفي الحق برزانة مكنونها الأخاذ لقد بدأنا المشروع منذ ما يزيد على سنتين الذي أردنا من خلاله إبراز البحرين على المستوى العالمي من خلال الفن لأنه لغة عالمية ولهذا قمت بتأسيس فريق من المصورين المختلفين لإبراز جمال البحرين إنني سعيد بالتواجد في هذا المعرض لقد دعينا نحن فريق ناشنال جيغرافيك لنقوم بعمل قصص وكتاب عن كل ما يتعلق بمملكة البحرين ولقد قمنا بزيارات عدة إلى البحرين التغطنا خلالها الكثير من الصور الجميلة والمميزة التي ترتبط بتاريخ وحياة هذا البلد الرائر ما إن أعلن عن افتتاح المعرض الذي أبدع بعرض صوره في الهواء الطلق بالقرب من مجمع أفنيوز البحرين حتى تسابقت أعين الزائرين لتعاين كل لوحة على حدة وتسرح بفكرها حول لباقة معنى الصورة والمغزى من وراء تقديمها صور أكثر من رائعة لأنها تنولت جميع الجوانب في البحرين ما بين التاريخ وما بين الحديث وما بين الأشياء المستقبلية التي تكون في البحرين إن شاء الله جميل وأبدع تصميم حلو ورائع تعوني مار على هذه الصور أنا كنت يصور المحل بشكل عام اللي هو الفوت فاستفل بس ما شاء الله على الصور يعني ويتشد وانتباهي مثلا عندك هذه الصورة ما شاء الله عليها ويتعجباتني بس اللي لفت نظري أنا باعف شلون التقطوا هذه الصور لمحات رغبت عدسة المصور أن يتوقف الزمن عندها لتوضع ضمن إطار صرح عن مناسبة التقاطها والكيفية التي حرصت على تبيان مراكز الجمال والحرفية التي انتشلتها من وحي الواقع الذي نعيشه صور بطبعها الصامت تروي قصصا من الموروث الشعبي والديني والتاريخي للبحرين وتداعب في مواطن كثيرة تلك الطبيعة السحرية التي تضمها بيئات أرض الخلوط لتسترسل في ذكر محطات من النهضة والبناء لتلفزيون البحرين محمد رشادات محمد رشادات